عايز اقول لكم حاجة ممكن تلخص اللي احنا فيه النهاردة في قصة حقية فيه مثل كده امريكي بيقول ايه بقى تخدعني مرة يبقى عيب عليك تخدعني مرتين يبقى العيب علي انا والعلمك معترفين به هناك جدا يقولك هتتضحك عليك مرة اول غلطة مرتين لقد انت بقى زبون تعالى بس اللي يجرب تعمل كذب وتغش من حد هيفضل مكمل معاه لدرجة ان هو يضحك عليه تاني وتالت من نفس الشخص تعالى انت زبون تبقى المشكلة فيه هو مش في الشخص الكذاب اللي يضحك عليه وده اللي يتألف حكايتك يا اسماء اكتشفتي ان الجزء سواق مش مهندس كان مفاهيمك كده وانه لو عنده فيلا ولا ارضه في المقاطم ولا ايه حاجة يبقى نصب على ناس كتير ما تبقى ما خدتيش موقف ليه يا ماما ده كان الحق كله معاك ما دخلتيش اهلك ليه جوزتي واحد نصاب عرفتي انه نصاب وكملتي معاه عشان ما تقوليش لأهلك ويش ما توفيكي ناس هتقول ايه ناس هتقول اتطلقت اتطلقت بعد ما كان معا مش عاربة تجي ده جيبه مهندس راه انتي على انك هتغيريه المثل برضو غالبا انه امريكي شاير برضو بتقولك اي كان فكس هم خدتيه صلحت شي ما تصلحش هيتوب على ايدي ويبقى انسان صالح موسيقى